كانت اكبر دولة عربية من حيث المساحة وتعتبر السلة الغذائية للوطن العربي بلاد عجيبة تشابه في ظروفها بلدان عربية اخرى ولكن رغم هذه التشابهات الا انها تتميز باشياء مبموجودة الا فيها وفي شعبها اللي يعيش على خيرات وفيرة كفيلة بجعله من اسعد واغنى الشعوب جمهورية السودان الحبيبة حقائق عن ارضها وشعبها وتاريخها تعرفونها لاول مرة في هذه الحلقة عن الجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد المملكة العربية السعودية العظمى اليمن العظيم واحدا من ابرز البلدان في التاريخ العربي والاسلامي من نعم رب العالمين علينا كبلدان وشعوب عربية واسلامية ان بيننا نعمة السودان هذه البلاد اللي وين ما رحت ما تسمع عنها وعن شعبها الا كل خير وانا شخصيا ما اتخيل الحياة بدون السودانيين وهم ملح العرب اللي وين ما تحطهم يعطونك طعم ومذاقة وهم اللي لو ما كانوا بيننا راح يصيب الامانة والنزاهة خلل ونقصة صحيح هذه الصفات موجودة عند كل الشعوب العربية لكنها اظهر واشهر في اهلنا في السودان وفوق هذا الطيبة المسرفة في سلوكهم وتعاملاتهم وتصرفاتهم ونادر جدا ما تلقى انسان سوداني شاذ عن هذه الصفات الحميدة وحتى اشكالهم زرع الله فيها البراءة والعفوية وميز لون بشرتهم بلون البن العربي القهوة بالبن العربي تشربها وتكيف والانسان السوداني تشوفه وتبتسم لا اراديا وسبحان من جمع فيهم القبول في ظاهرهم والحلاة في ارواحهم وهذا الجمال والتميز في الانسان السوداني من صفاته تعامل توازى ايضا مع ان يكون متميزا في الحياة العملية والعلمية ويشهد للكادر السوداني التعليمي بالكفاءة والمهنية ويعتبرون من اوائل الحملات والبعثات التدريسية اللي لفت الكثير من ارجاء الوطن العربي لتعليم وتأهيل الشعوب في ذيك الدول والى يومنا هذا تزخر الكثير من المؤسسات التعليمية المدرسية والجامعية في الجزيرة العربية تحديدا بمدرسين ودكاترة سودانيين افاضل ساهموا في نشر العلم والنور ولكن هذا الدور النبيل ما اكتصر على التعليم كمجال ولا على الوطن العربي كجغرافيا فمن السودان خرجت قامات عظيمة تبوأت مناصب قيادية وحساسة في دول غربية واصبحت معروفة اقليميا وعالميا في مجالها وتخصصها ومنها على سبيل المثال للحصر الدكتور كامل ادريس المدير العام للمنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية من نوفمبر سبعة وتسعين حتى سبتمبر الفين وثمانية وكان ايضا رئيس الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية الجديدة بجانب عضويته في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة والدكتور علي الأقرع استاذ التكامل الاقتصادي الدولي في جامعة فوكوكا اليابانية وهو استاذ زائر بارز في العديد من الجامعات العالمية في بريطانيا والصين وأمريكا والدكتور محمد حاج حسين اللي شغل منصب المدير التنفيذي المؤسس لأكاديمية العلوم للعالم النامي ورئيس الأكاديمية الأفريقية للعلوم ومحمد إبراهيم رئيس شركة سيل تل للاتصالات اللي تواجدت في خمسة عشر دولة أفريقية قبل بيعها في عام الفين وخمسة وتطابق إبداع الإنسان السوداني مع الإبداع والجمال الموجود في السوداني كأرض الزاخرة بالكثير من المقومات السياحية وعلى مختلف أنواعها بسبب تنوع بيئاتها الجغرافية والتاريخية والثقافية ففي الشمال توجد آثار الممالك النوبية القديمة اللي تعتبر مهد حضارة بشرية حيث الأهرامات والمعابد الفرعونية وفي الشرق تطلاطم أمواج مياه البحر الأحمر بالبر السوداني بالإضافة إلى وجود الجزر المرجانية الفريدة اللي تشكل موطنا للأسماك الملونة وجنة لهواة الغطسي في مياه البحار وفي الغرب تمتد الصحاري الرملية بلا نهاية وتتشامخ القمم البركانية في جو شبيه بأجواء البحر الأبيض المتوسط وفي الجنوب والجنوب الشرقي ترتع قطعان الغزلان والفيلة والأسود وسط أسراب الطيور في امتداد آسر من الغابات والسهول الخضراء وتوجد أيضا السياحة الثقافية المتمثلة في فعاليات القبايل والإثنيات المتعددة وما تقدمه من نماذج موسيقية وأزياء تقليدية وبالحديث عن القبايل والإثنيات فالشعب السوداني الكريم متعدد الثقافات نتيجة المكونات الإثنية والاجتماعية والثقافية وهو عبارة عن خليط من القبايل ذات الأصول السودانية الأفريقية وهم السكان الأصليين ومن الأصول العربية التي توافدت على السودان فيما بعد وعلى فترات مختلفة لأسباب كثيرة وتتوزع على امتدادها الجغرافي بين مدنه وقراءه المختلفة وهي تشتهر على اختلافها بالكثير من العادات والتقاليد اللي شكلت موروثها الثقافي المتنوع واللي استمد أيضاً الكثير من ملامحه من الدين الإسلامي فالشعب السوداني الكريم في غالبيته يمتاز بالطبيعة المحافظة والتدين العام والتبطت الكثير من العادات والتقاليد السودانية بالمناسبات الدينية مثل شهر رمضان وعيدي الأضحى والفطر والمناسبات الاجتماعية الخاصة مثل الزواج والمأتم والختان وخلافها ويبلغ عدد القبائل في السودان حوالي 570 قبيلة تنقسم إلى 57 مجموعة عرقية على أساس الخصائص الإثنغرافية والثقافية واللغوية تتحدث 114 لغة مكتوبة ومنطولة ومعكم الحين باتكلم عن أبرز الحقائق والمعلومات عن هذه البلاد العزيزة والمصادر في صندوق الوصفة لللي حاب يطلع أكثر السودان ثالث أكبر دولة عربية وأفريقية من حيث المساحة وال16 عالميا في هذا التصنيف بمساحة 1886 ألف كيلو متر مربع وكانت إلى عام 2011 أكبر بلد من حيث المساحة على مستوى العالم العربي وأفريقيا ولكن هذه المساحة قلت بسبب انفصال جنوب السودان ونظام الحكم فيها جمهوري فيدرالي وتقسم المناطق في السودان إلى ولايات وعددها 18 ولاية أكبرها الولايات الشمالية وأصغرها العاصمة الخرطومة عملتها الجنيه السوداني ودولار أمريكي واحد يساوي 444 جنيه ونص من حيث على السكان فالسودان جاءت في المرتبة الثانية عربيا بعد مصر والتاسعة أفريقيا بعد أغندا بمجموع 46.850.000 نسمة وحلت في المرتبة 33 عالميا في هذا التصنيف بحسب إحصائية 2022 وتعتبر العاصمة الخرطوم أعلى ولايات السودان من حيث عدد السكان تم اعتماد علم السودان الحالي في عام 1969 واللي صممه مواطن سوداني يدعى عبد الرحمن أحمد الجعلي ويتكون العلم من أربعة ألوان أساسية وهي الأحمر ويرمز للشهداء والكفاح والأبيض ويرمز للسلام والنور والأخضر ويرمز للرخاء والخير والأسود ويرمز لانتماء السودان الجغرافي الأفريقي وفي سبب تسمية السودان بهذا الاسم وهو اسم مذكر آرى عديد ومختلفة ومنها الرأي اللي يقول أن لون شعب هذا الوادي ويقصد السودان واختلاف سحنته عن سواه ومقابلته بشرته هو الذي أكسبه الوصفة بالسودان رأي الدكتور عبد الله الطيب يقول أن السودان تعني جمع أسود وإذا ما رجعنا إلى المعنى الأفريقي في اللغة النوبية نجد الكلمة أصلها سودان وتعني بالنوبية المخلوط وهو ما ليس بالأبيض الباين ولا الأسود الباين أي هو وسط بين السواد الشديد والبياض الشديد واعتمد في وصفه هذا على مقولة الجاحظ السوداني والبيضان وتعتبر تسمية السودان قديمة وكانت تطلق على كل الشعوب الأفريقية أو أجزاء منها وفي القرن التاسع عشر انحصر اسم السودان على حدوده الحالية اصبح اسم جمهورية السودان هو الاسم الرسمي المعترف به دوليا وفق حدوده السياسية القائمة حاليا وفي سبب تسمية العاصمة الخرطوم بهذا الاسم عدة روايات واحدة منها تقول أنها بسبب التقاء نهري النيل الأبيض والأزرق مع بعض تشكيلهم ليابسة على شكل الجذع أو خرطوم الفيلة أو أنها مشتقة من لغة عرقية الدينكا السودانية خارتوم والتي تعني مكان التقاء الأنهار السودان بلد حضاري عريق ضارب في التاريخ احتضن العديد من الدول والممالك العظيمة على أراضيه اللي تميزت بالتنظيم السياسي والاجتماعي المعقد وكانت من الدول القوية اللي قدرت تفرض سيطرتها على مساحات شاسعة ومنها دولة كوش الأولى في الفترة بين العام 2500 والعام 1500 قبل الميلاد ودولة كوش الثانية بين العام 910 والعام 325 قبل الميلاد وأما بعد الميلاد وتحديدا من العام 543 إلى العام 1504 أعاد السودانيين إحياء تاريخهم الملكي من خلال الممالك المسيحية الثلاث اللي أنشأوها وهي مملكة نوباتيا والمقره وعلوة وتضاربت الروايات والمصادر في طريقة دخول الإسلام إلى السودان لكن الراجح والأشهر أن الإسلام انتشر في السودان أثنى وبعد معاهدة البقط في عام 651 ميلادية بين المسلمين بقيادة عبد الله بن أبي السرح وبين أهالي السودان من النبيين واستمرت هذه الاتفاقية جريه بال700 عام ظالبية الشعب السوداني الكريم من المسلمين ويتتبعون المذهب المالكي بالإضافة إلى وجود العديد من الطرق الصوفية ويدين بحوالي 4% الدين المسيحي توجد في السودان أكبر عدد من الأهرامات المعروفة والمسجلة على مستوى العالم وعددها ما بين 200 إلى 255 هرام توجد في السودان ثلاثة مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو بكرتها بالتفصيل في الحلقة اللي راح يظهر لكم رابطها هني أو بحط لكم الرابط في التعليق المثبت ومع ذلك فالسودان يملك المئات من المواقع الأثرية حالة حالة العديد من الدول الأخرى لكنها للأسف ما لقيت الاهتمام والدعم المطلوب عشان تسجل في اليونسكو السودان أحد البلدان المشاركة في مشروع السور الأخضر العظيم وهو عبارة عن جدار بطول 8000 كيلو متر من الأشجار يمتد عبر أفريقيا وراح يكون في نهاية المطاف أكبر هيكل حي على هذه الكوكب وراح تجتاز الأشجار 21 دولة أفريقية على طول السافانا الساحلية القاحلة من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي الحيوانات الوطنية الجمهورية السودان هو الكركدن أو الخيرتيت وهذا الحيوان على قائمة الحيوانات المعرضة للانقراضة في الوقت اللي تستهدف أعمال الصيد الجائرة والحيوان الوطني الثاني هو طائر الكاتب السودان أكبر مصدر للصمغ العربي في العالم حيث ينتج من 75 إلى 80% من إجمالية الإنتاج العالمي ويستخرج من أشجار الأكاسية وهو مكون حيوي يستخدم في إنتاج المواد اللاصقة والحلوى والمستحضرات الصيدلانية قمت كالديرا البركانية في جبل مرة أو مارة بولاية دارفور أعلى نقطة على مستوى سطح البحر في السودان بارتفاع يصل إلى 3042 متر وتحتوي على بحيرتين واحدة بمياه مالحة وأخرى بمياه عذبة في منظر خلابي رد الروح متحف السودان القومي يحتوي على أكبر وأشمل مجموعة أثرية نوبية في العالم وتم تشيده كمبنى في عام 1955 وافتتح كمتحف في عام 1971 تشكل أراضي السودان 45% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم العربي بمساحة تزيد عن 175 مليون فدان أي ما يعادل 71 مليون هكتار وجاءت في المرتبة الثانية أفريقيا وال16 عالميا في تصنيف مساحات الأراضي الزراعية على مستوى العالم ولو تم استغلال كافة الأراضي الزراعية ما احتاج السودان ولا أي بلد عربي لاستيراد المواد الغذائية والزراعية من أي بلد آخر في مؤشر هنلي لتصنيف جوازات السفر للعام 2022 احتل السودان المرتبة 102 عالميا ويتيح الجواز السوداني الحاملة دخول 41 دولة بدون تأشيرة أو بتأشيرة في المطار وصلت معاكم إلى نهاية هذه الحلقة ونسأل الله عز وجل أن يحفظ السودان وأهله من كل مكروه وسائر البلدان العربية والإسلامية وفي حلقة قادمة إن شاء الله راح أتكلم عن إنجازات السودان الإقليمية والعالمية وإلى ذلك الوقت دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة